أحسن الله إليكم وبركة فيكم يقول هذا شاهد عند الذين يبيعون السيارات أمور غير طيبة ومخالفة ومنها النجج فما هو النصيحة في ذلك؟ الواجب على المسلمين عموما بايع السيارات غيرهم النصيحة وعدم الغش قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا نهى صلى الله عليه وسلم عن النجج وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها لأجل أن يرفعها على الزباين ونهى صلى الله عليه وسلم عن التدليس وهو إظهار السلعة في غير حقيقتها لأن تجمل وتلبس لباسا يظهرها أنها سليمة وفي داخلها العيوب هذا لا يجوز قد مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبيع الطعام فأدخل صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فوجد في أسفله بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله يعني أصابه المطر قال صلى الله عليه وسلم هل لا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس من غشنا فليس منا نعم